اشتركوا في القناة وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور صدق الله العظيم فيما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث صاحب رسول الله عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا قال إن ربي أمرني أن أعلمكم مما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا فهو حلال وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء ثم إنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأحلت لهم ما حرمت عليهم وأشرك بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله تبارك وتعالى نظر إلى الناس فمقتهم كلهم عربهم وعجمهم وإن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم كلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال أي وقال لي وإني مبتليك ومبتل بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضان وهو القرآن العظيم ومعنى إخواني وأخواتي لا يغسله الماء لأنه محفوظ في الصدور فلا يمكن أن تأكله النار ولا يمكن أن يغسله الماء ولذلك أول اسم وأشهر اسم على كتاب الله هو القرآن لأنه محفوظ في الصدور يقرأ قراءة يتلوه الإسم الآخر الكتاب لأنه محفوظ في الصطور يحفظ كتبا أو كتابة تقرأه نائما ويقضان إلى أن قال وأهل الجنة ثلاثة هذا مهم جدا أن نعرف من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار وليختبر امرء نفسه وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقصط متصدق موفق حاكم رئيس ملك ذو سلطان مقصط متصدق موفق هذا الأول أما الثاني فهو رجل رحيم رجل رحيم قال ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم اللهم اجعلنا منه لقرباته وللمسلمين عموما وعفيف متعفف ذو عيال هؤلاء إخواني وأخواتي الثلاثة أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم قال عليه الصلاة وأفض السلام قال الله أو قال الرسول وأهل النار خمسة قال وأهل النار خمسة والعياذ بالله منهم ومن سوء مصيرهم وعاقبتهم الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أو لا يتبعون أهلا ولا مالا وهذا الشطرم الحديث خطير جدا هذه الجملة إخواني وأخواتي خطيرة جدا هي موجهة لأصحاب منطق عبد مأمور أنا عبد مأمور أمروني بالقتل فقتلت أمروني بالتفجير فجرت أمروني بالتدمير دمرت قالوا لي هذا كافر هذا ملعون ردت أنا عبد مأمور من أهل جهنم ليس في الدين عبد مأمور الله لم يخلق لك عقلا لكي تبيعه لغيرك الله لم يخلق لك ذاكرة وواعية وفاهمة لكي تستعير فاهمة غيرك انتبه هذا الدين قوي هذا الدين يخرج إنسانا مستقلا إنسانا مسؤولا كل نفس بما كسبت رهينة وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا هذا هو لا تزر وازرة وازرة أخرى حتى لكون ضعيفا يقول الضعيف الذي لا زبر له لا شيء يردعه أيها الإخوة هو يتلقى وامر يفعل مباشرة ليس عنده ناهية ليس عنده تقوى يحجبه أو تحجبه أيها الإخوة الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أو لا يبتغون أهلا ولا مالا واحد ثاني أهل النار والعياذ بالله منهم والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه ومعنى يخفى هنا يظهر رجل خائن أو امرأة خائنة والعياذ بالله لا يظهر له النبي يقول لا يخفى بمعنى إيه لا يظهر هنا انتبهوا لا يظهر له طمع وإن دق حتى شيء بسيط حقير يخونه يخون أي شيء يخون الأسرار انتبهوا يخون الأعراض يخون الأموال يخون أمنات المجالس يخون أي شيء خائن من أهل النار الخائن من أهل النار لا تقول لي مؤمن وصالح خائن من أهل النار شيء مخيف إذن والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه ثلاثة ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك والعياذ بالله المخادع المخاتل الرواغ الذي يروغ منك كما يروغ الثعلب هذا الثعلباني في الصباح والمساء في كل وقته يراوغك يريد أن يخالفك إلى أهلك ومالك يريد أن يرزأك ويفجعك في أهلك ومالك والعياذ بالله لا أمان له هذا ضرب خاص من الخيانة والطمع والعياذ بالله قال الرابع وذكر البخل أو الكذب بشكل راوي النبي هل تكلم عن البخل أو الكذب الراوي شك قد يكون الصحابي نفسه وقد يكون الراوي عن عياذ بن حمار المجاشعي إما البخل وإما الكذب والأرجح أن يكون الكذب والأرجح أن يكون الكذب لأن الكذب من أفحش الكبائل والعياذ بالله نعم وأخيرا الخامس والعياذ بالله تبارك وتعالى من أهل النار والشنظير والشنظير هو الفحاش الشنظير هو الفحاش الذي لا يفوه إلا بالألفاظ البذيئة يسب هذا يطعم في هذا يحتقر هذا يلعن هذا لسانه هو العياذ بالله فحاش هذا من أهل النار نعوذ بالله منهم ومن مهالهم وحالهم وأعمالهم ومصائرهم المعادلة بسيطة وواضحة وقاسية وصارمة مؤمن صالح إنسان صالح إذا كنت مؤمنا صالحا إذا كنت مؤمنة صالحة بالحري بالقطع نحن نقطع أنك إنسان صالح ومعنى إنسان صالح صالح على مجتوى العالم صالح يظهر صلاحك وصلاحك مع المؤمن ومغير المؤمن مع المسلم ومغير المسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس ولذلك بالقطع إنسان غير صالح مؤمن غير صالح تقول لي هذا فلان هذا مسلم ومن عائلة طيبة وأبوه عالم وجده ولي بس هو إنسان يعني شرز جدا وفاحش وشرير أنا أقول لك هذا مؤمن غير صالح مستحيل يستحيل أن يكون إنسانا غير صالح وهو مؤمن صالح مستحيل هذه معادلة بسيطة جدا وواضحة آيات القرآن الكريم كلها تتجارى لتقريرها الأحاديث بالمئين الأحاديث بالمئين بالمئات يعني كلها تتضافر على تأكيد هذا المفهوم تأكيد هذا المفهوم الإيمان يعني صلاحا مباشرة الإيمان يؤتي ثماره كالماء إذا نزل على الأرض رواها ورطبها وندها وأخرج بهجتها وزينتها هكذا مباشرة في إيمان في خصال صالحة في إنسان ممتاز إنسان لطيف إنسان رحيم إنسان رقيق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربه ومسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر